هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption to Zen Hub طبعا في هذا المقطع رح أوريكم كيف ترفعون الشرف أو شرف الشخصية بأسرع طريقة ممكنة ورح أقول لكم مجموعة من الطرق اللي رح تخليك ترفع شرفك بسرعة طيب أول طريقة رح تكون التبرع للمخيم حقك أو الكامب حقك أو العصابة حقك التبرع للعصابة هي أفضل طريقة لأنك ترفع الشرف فإذا كنت شخص معاك فلوس وكنت مهتم بالشرف أكثر وما فرقت معاك الفلوس فكل اللي عليك أنك تتبرع للمخيم كل شوية 21 دولار و21 دولار ضروري تكون 21 دولار و21 دولار وراء بعض لا تحس بأنه يعني أنك إذا أخذت مثلا تبرعت ب400 دولار أو 700 دولار رح يزيدك شعبية عالية لا 21 دولار زي الأربعمية دولار عرفتك كيف فإنت كل شوية أو بين فترة وفترة تبرع تتبرع 21 دولار 21 دولار 21 دولار وبكذا رح ترتفع معاك الشعبية هذه أول طريقة وأحسن طريقة ترفع بها شعبيتك إنك تتبرع 21 دولار بين فترة وفترة وإذا كنت مقرش بالفلوس فتبرع إلين ما ترتفع شعبيتك عام شي 21 دولار بالنسبة للطريقة الثانية رح تكون إنك تسلم على الناس رح مدينة سندينيس مليانة بالناس رح قروشهم هاي مستر هاي مستر هلو ذير هاي مستر هاي مستر المهم إنك تسلم على الناس الموجودين هناك وكل ثلاثة أشخاص تسلم عليهم رح يزيدك شعبية عرفتك كيف؟ فالطريقة الثانية جدا جدا بسيطة حتى مثلا مش لازم تروح مدينة سندينيس مثلا كنت تراكب بالحصان تحصل لك ناس مارين من جنبك هاي مستر سلم عليه عرفتك وتزيد معاك الشعبية يعني خذها زي وإنت تتلعب تسلم على الناس خلاص خذها قاعدة إذا بترفع شعبيتك وإنت تمشي سلم على الناس وإذا تمشي بحصانك سلم على الناس وبكذا رح ترتفع معاك الشعبية كل ثلاثة أشخاص تسلم عليهم رح ترتفع شعبيتك وهذه هي طريقة الثانية أيضا تعال عند الترابر اللي في مدينة السندينيس ترى الناس عنده متجمعين مرة مرة متحاشكين يعني متقربين مرة من بعض وزحم المكان اللي جنبه ترابر فأنت تستغل لهذا المكان سلام عليكم سلام عليكم كيف هاي كيف هاي سلام عليكم هاي مستر هاي وترفع شعبيتك هذا أفضل مكان إذا كنت ترفع شعبيتك من ناحية السلام تعال هذا المكان الطريقة الثالثة رح تكون إنك تعطي الفقراء والمساكين فلوس فحاول بقدر الإمكان إنه أي شخص سواء فقير أو غير فقير يطلب منك فلوس أعطي لأنها رح تزيد شعبيتك وأيضا خذ بالك لأنه ترى في بعض الحرامية يصير قال لك إنه شحات ويسوي نفسه أعمى ومجرئش هو أصلا حرامي زي ما تشوفون في القيم بلاي هنا بسوي نفسه أعمى الشرط مستدس عليه طلع إنه ما هو ما هو أعمى ولا حاجة بس يطلب فلوس كذا يعني حرامي حرامي قعد يطلب فلوس هو مو أعمى ولا حاجة لكن هو المغزى من الهرجة كلها إننا أي فقير أو أي مسكين تحصلوا يطلب منك فلوس أعطيه وراح تزيد شعبيتك هذه هي الطريقة الثالثة فقير أعطيه فلوس راح تزيد معاك الشعبية بالنسبة للطريقة الرابعة اللي هي صيد الأسماك لما تصيد أي سمكة أي شكل من الأشكال تقدر تأخذها وإنك ترجعها للبحر لما ترجعها للبحر راح يزيد شعبيتك طبعا ما تفرق أحجام السمك يعني مثلا لو جبت سمكة لجندري أو سمكة كبيرة إنها يزيدك شعبية أكثر لا كل الأسماك زي بعضها فأي سمكة تأخذها رجعها للبحر راح تزيد معاك شعبية وهذه هي الطريقة الرابعة في إنك تزيد شعبيتك أي سمكة رجعها في البحر طريقة الخامسة راح تكون مساعدتك للناس بشدة الأشكال كلنا نعرف إنه لما تلفلف في الماب راح تجيك مجموعة من الأشخاص أو يجيك مجموعة من الأشخاص واحد يقول لك مثلا ساعدني حصاني ميت ساعدني مثلا وديني المكان المعين ساعدني من الحيوانات فأنت بكل بساطة راح تساعد وراح تزيد معاك الشعبية بشكل جنوني على سبيل المثال أنا هنا جاني سجين وقال لي كسر الأصفاد أو الأغلال اللي حاطينها في رجلي عشان أقدر أهرب وشوفوا بس هباكم تركزون على كيف الشعبية نطت نطة قوية أو كيف الشرف نطة نطة قوية شفتوا كيف كنت تقريبا على آخر شي نطيت تقريبا نطة قوية جدا فحاول بقدر الإمكان أي شخص يطلب منك المساعدة إنك تساعده لأنه الشرف راح يزيد معاك بشكل جنوني جدا على سبيل المثال أيضا هذا الشخص وأنا أمشي سمعته ناديني ما يليق ما يليق يعني قاعد يقول رجلي رجلي جيت عنده طالعت فيه طلع إنه والله الفخ ماسك رجله أو وقع في الفخ بكل بساطة راح تساعده في إنك تفك الفخ وشوفوا قد إيش الشعبي يطنط كمان مرة أخرى شوف كيف النطة قوية يعني فيه طرق كثيرة جدا إنك ترفع الشرف نطة قوية الشرف فحاول بقدر الإمكان إنك أي شخص أي شخص يطلب منك مساعدة إنك تساعده طريقة السادسة راح تكون عن طريقة تختيم بعض مهمات التختيم يخيرك إنك مثلا تسوي الشيء المعين أو تسوي الشيء الفلاني واحد راح يزيد معاك الشرف واحد ما راح يقل معاك الشرف فإنك حاول بقدر الإمكان إنك تسوي شيء طيب اللي يزيد معاك الشرف فالطريقة السادسة راح تكون إنه ترى بعض المهمات راح تزود شرفك وتنقص شرفك على سبيل المثال الظاهر في الشابتر الرابع أحد مهمات دتش أحد مهمات دتش كانت تنقص الشرف معاك غصبا عنك تسويه ورح تنقص الشرف لكن والله في مهمات أخرى تخييرك إنك ياتي بهذا الخيار هي هذا الخيار ترى هذا الخيار راح يزيد معاك الشرف والخيار الثاني راح يقلل معاك الشرف فحاول بقدر الإمكان إنك تتخذ الخيارات اللي تزيد الشرف معاك طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم